أهلا بكم وحفظكم الله من النفاق وأهله كثير من الناس ما يعرفوش صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم وده اللي اختاروا الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يقوله على أسماء المنافقين إنه الصحابي الجليل حزيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه ولما تولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمور الخلافة لم يكن يقوم لصلاة أي جنازة قبل أن يسأل الصحابيه فإذا أجاب سيدنا حزيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه بأنه من المنافقين لم يكن سيدنا عمر بن الخطاب يصلي عليه وإذا أجاب أنه ليس من المنافقين كان يقوم للصلاة عليه وفي يوم سأله سيدنا عمر رضي الله عنه وعرضاه أبي الله منهم أنا يقصد من المنافقين فلما علم أنه ليس من المنافقين بكى عمر وما أدراك من عمر دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب ولم يتمكن المسلمون من الصلاة في بيت الله الحرام إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكان يوافق الوحي رأي سيدنا عمر بن الخطاب في العديد من المواقف وبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة ودخول الجنة وبعد ده كله يشك أنه من المنافقين فماذا نفعل نحن لو مستوى عبادة حضرتك دلوقتي في مستوى عبادة سيدنا عمر بن الخطاب أو أكتر ما تقلقش إن شاء الله أنت ليس من المنافقين وإن كانت أقل من عبادة سيدنا عمر بن الخطاب فيجب أن تسأل نفسك سؤال مهم هل أنا منافق؟ بالفضل حضرتك ترجع للفيديوهات اللي فاتت علشان تعرف معنى كلمة منافق وحنعرض لكم دلوقتي الخلاصة أنواع النفاق وكيف نعالج النفاق ولأن الكيس من حاسب نفسه قبل أن يحاسب فأنا أبدأ بنفسي هل أنا منافق؟ النفاق نوعين نفاق أكبر ونفاق أصغر نبتدي بالأكبر أما النفاق الأكبر فهو يخرج من ملة الإسلام يظهر بلسانه قول الإيمان ويبطن في قلبه الكفر وخلي بالك إن اللسان موجود في النفاق الأكبر هل أنت مطمئن للإسلام؟ هل عندك أدنى شك في الإسلام؟ هل تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في أي شيء؟ هل تبغض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تفرح لهزيمة المسلمين أو أي طائفة من المسلمين؟ هل تحزن لانتصار الإسلام أو أي طائفة من المسلمين؟ بعد ما كلنا نجاوب بصدق على الأسئلة دي هنقدر نحدد إذا كان النفاق في قلوبنا نفاق أكبر أم لا وإن شاء الله كلنا لسنا من المنافقين النفاق الأكبر مخرج من ملة الإسلام وهم في الدرك الأسفل من النار ودي مكان أسوأ من الكافرين نيجي بقى للنوع الثاني من النفاق وهو النفاق الأزهر قال الرسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أطمنا خان وفي رواية أخرى أضاف وإذا خاصة مفجر وأحب أكد تاني على موقع اللسان من هذه الصفات والسؤال لنا جميعا هل نجذب أحيانا هل نخلف الوعد هل نخون الأمانة هل نفجر في الخصومة هنا بقى المشكلة الحقيقية للأسف كتير مننا بيعوا في الحاجات دي كتير بنقول وبنسمع إن الفهلوة شطارة وفي الحقيقة إن الفهلوة دي كذب وتدليس ولما نتمسك وإحنا بنجذب بنقول أنا لا أجذب ولكني أتجمل وإذا حبيت تنصح واحد يقولك اللي تقلبه إلعبه أما قثف المحصنات في الفيسبوك والتويتر وغيره بقى أكتر من الدبان في فصل الصيف والقاسم المشترك في كل أنواع النفاق الأصغر هو اللسان يبقى الحل حاجة من اتنين يتسيطر عليه يتقصه ولنتذكر جميعا قول الله عز وجل ما يلفظه من قول إلا لديه رقيب عتيد اللسان هو اللي ممكن يجيبك الأرض ويضيع جبال الحسنات اللي عملتها في عمرك كله وآخر شيء أحب أختم به في يوم من الأيام كان سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه أرضاه يسير مع الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدلوا على العمل يدخله الجنة وفي نهاية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا فأصل النفاق وأصل حل النفاق في اللسان جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر